إنهيار إبراهيم فايق بعد وفاة أحمد رفعت ومسؤول رياض يؤكد حقك هيرجع يا أحمد وإنهيار والدة أحمد رفعت أمام قبره إبراهيم فايق يخرج عن صمته بعد مطالبات من جمهور السوشيال ميديا لمعرفة الحقيقة الكاملة والسبب الحقيقي في وفاة اللاعب أحمد رفعت فكرة الضغط النفسي اللي مسؤول عنها شخص بعينه أثارت حالة كبيرة من الجدل اللي بيعيشها الإعلام الرياضي بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت خصوصا بعد حلقته الأخيرة مع إبراهيم فايق في برنامج الكورة مع فايق الحلقة اللي قال فيها كلام كتير وكشف عن المتسبب في كل اللي حصل له وقال إنها الضغوط النفسية الكبيرة اللي اتعرض لها واللي كان سببها حد من المسؤولين في المجال الرياضي واللي يعرف الموضوع ده هم تنين نادر شوقي ووكيل أعماله هيثم عرابي وبعد ما نادر شوقي نزل تغريدة قال فيها حق الجاي قرر إبراهيم فايق إنه يعلن على حسابه إنه اتفق مع فريق عمل البرنامج اللي بيقدمه تغيير محتوى حلقة النهاردة وإنه خصص حلقة النهاردة لللاعب الراحل أحمد رفعت وده فعلا اللي حصل وظهر إبراهيم فايق في حلقة النهاردة وهو بيحاول يمسك نفسه ويتمالك دموعه أمام الكاميرا وتكلم عن الراحل أحمد رفعت وعرض لي أكتر من فيديو من حلقته الأخيرة معاه وكانت أقيمة النهاردة جنازة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت في محافظة كفر الشيخ ولم تتمكن والدة اللاعب أحمد رفعت من كتم حزنها لتفقد كرة القدم اللاعب الخلوق صاحب المهارات رحم الله الفقيد أحمد رفعت وأسكنه فسيح جناته وألهم زوي ومحبي الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون والحد هنا يكون الفيديو انتهى إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد سلام